النهاردة كان فيه تمرينة من غير روح لعيبة اللي لعبة ماتش مبارح يعني تمرين كده بعض التدريبات الهيس الشفائية وبقية اللعيبة خضت تدريبة كاملة وميستر كولر بيحاول يقرأ طبعا انا قلت لكم محلة واحد من الفرق اللي بادية الموسم ده بشكل مختلف ما تقدرش تستوعب الشيفت اللي حاصل من فريق كان مفنش الموسم اللي فات بيصرع عشان يهرب من الهبوط للسنة دي بادي بداية ولا اروع الحقيقة بفكرنا بالمحلة بتاع زمان اربع لقاءات تلاتة فوز واحد تعادل وبابا فاسيليو الحقيقة عامل شغل كويس جدا مع الفريق على الرغم طبعا من الانباء اللي بتكلم على انه الراجل طلب بالفعل الرحيل من ادارة المحلة وبيقول انه طلق عرض بالفعل من واحد من قندية الدولة الممتاز وبالتالي عنده رغبة في انه ما يكملش عقده هل ده معنى انه مش هيكون حاضر في المباراة اللي جاية ولا لا كل الحاجات دي لسه مزالت لم تحسن لكن في النهاية ما يهمناش وما يفرقش معين نهارده تمرينة زي ما قلت لحضراتكم زي ما بحدكم شايفين شارك فيها كل اللعاب اللعابة النادي الاهلي في محاضرة مطولة جدا بالفيديو مع اللعابة قبل التمرينة ما تبدأ عشان مستر كولوري هايلايت كده او يعلم على الحاجات الايجابية اللي بتحصل والحاجات السلبية المفترض انها بتتكررش مرة تانية بعد المحاضرة كان في فقرة بدنية قوية جدا في بداية التمرينة بعد كده يمكن في الجزئية دي الجهاز الفني كان حريص على انه يطبق الجانب الفني والخططي وبعد كده اللعابة اللي شاركت في المباراة الجيش مبارح عملت يعني مجموعة من التدريبات الاستشفائية اما رباية حراس المرمى الشناوي وعلي لطفي وشوبير وحمز علاء خدوا تدريباتهم طبعا مع ميشيل يانكون محمد اشرف موقفه مش واضح محمد اشرف تعرض لاصابة لكن اعتقدت باذن الله ان شاء الله هتكون بسيطة مش هتمنعه من انه يكون موجود مع الفريق يوم الاربع اللي جاي في مواجهة المحلة بكرة الفريق ان شاء الله يكون راح مستر كولر قرر بكرة يكون راحة ومن يوم الاثنين يرجع الفريق يحضر مرة تانية المباراة المحلة هتكون عندك اثنين وثلاثة وان شاء الله تسافر عشان تلعب مع المحلة يوم الاربع ان شاء الله بالنسبة لأيمن اشرف انا قابلت ايمن الحقيقة وطمنت على يعني برنامج العلاجي يعني المحطوط لي قابلت يوم حفل توقيع العقد الرعاب تحت النادي الاهلي وتكلمت عليه وقريب جدا ان شاء الله ايمن يكون جاهز مع الفريق هو هيخضع لفحص طب يوم الاثنين اللي جاي تحت اشراف دكتور احمد ابو عبلة عشان يتم الاطمئنان عليه قبل الدفع به للمشاركة في التدريبات يبقى بس طبعا ان هو يستعيد اللي يقتل بدنية حالته الفنية عشان يكون موجود ويكون جاهز للمشاركة ايمن واحدة من الاوراق المهمة جدا ولعيب من اللعيبة الجواكر اللي تعتمد عليه او تقدر تراهن عليه في اكتر من مركز في الفرق طيب خليني اقول لحضراتكم بقى قصة كاس العالم لان كاس العالم خليني بس قبل مروح لكاس العالم اتمنكم كمان على متولي لانه متولي الحقيقة بدأ بداية كويسة جدا الموسم ده هو بدأ بالفعل يدخل فيه المشاركة الجماعية لتدريبات الفريق ودكتور احمد ابو عبلة من ناحيته قال يعني هو انهل البرنامج التدريبي والتأهيل الخاص به في اطار طبعا التعافي من الاصابة اللي حصلت له واصابة العضلية اللي كانت عرض لها في معسكر المنتخب الوطني وقال انه اللاعب شارك فيه تدريبات الجماعية بعد ما تم الاطمان على حالته بشكل كامل وادى البرنامج التأهيلي الخاص به خلال الفترة الاخيرة وتبقى طبعا مشاركته مع الفريق في المباريات تاخد على رؤية مستر كولر